نعود مرة تانية للقطة واستاذ برج العرب اللي النهاردة الحقيقة مختلف تماما عن الاسبوع اللي فات شغلت عمل فيه كتير جدا على أرضية الملعب أماكن كتير جدا كانت النجيلة فيها متاكلة طبعا بتبقى مش سهل الحكاية دي ان هم بيشيلوا أجزاء ويزرعوا أجزاء وبعدين بيبقى فيه أماكن محتاجة تغزية كيماوي ومش عارفة كلام ده وارينا كده أحمد بعد إذنك اللي قطت نشوفها تاني مع بعض النهاردة الحقيقة كانوا موجود بحييهم سات العميد صابري الزرقى مدير الاستاذ طبعا وسات العميد طارق موافي وسات العميد محمد جاد عملوا مجهود كبير جدا 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 حقيقة في هذا الملعب وفي أرضية الملعب عشان يليق بقمة الزمالة كلها عشان كده أنا بقول لحضراتكم إن شاء الله يوم السبت بإذن الله للمشاهدين بقى في البيوت لأنه كله هتفرج من البيت أكيد أو في الكافيات أو غيره يعني هتشوفه أرضية حلوة وعايزين مستقبلا بقى وطبعا صديقنا العزيز طبعا سات الوزير أشرف صبحي لازم نشوف يعني وسيلة ما للحفاظ على أرضية الملعب إحنا بنشوف أوروبا في عز التلج والتلج بيبقى نازل في المتشات التلج والنائل خضرة مفيش حتة متاكلة أكيد فيه تقنيات علمية موجودة لازم نبتدي بقى نفكر في المسألة دي عشان ما نقفش الموقف ده طبعا صديقنا حاج عامر حسين طبعا رئيس لجل المسابقات المحترم هي يعني متواجد يوميا هناك بتكليف من المهندس هانيا بوريدا للمتابعة طبعا المستمرة لأرضيات الملعب على أساس أنه المباراة تبقى مباراة إن شاء الله فنية تبقى عالية جدا يساعد الجانب الفني أرضية الملعب طول ما الأرضية تمام هتلاقي الأداء حلو شكله حلو وهتلاقي اللعبة بتطلع كل اللي عندها بمشيئة الرحمن